تابعتك جميع المغاربة باستغراب عجيب الأنباء والأخبار والتدولات التي أحاطت بالموضوع بقاء أو ذهاب إيرفيرونار ولوضع حد لكل هذا تنقول لك بأنني اجتمعت مع السئر فيرونار عشرة أيام قبل هذا الموعد نتعليه وتحادثنا البارحة واليوم إيرفيرونار قبل من تأهلوا الكأس العالم في الجامعة الملكية المغربية اليكوراتي قدام تحملنا المسؤولية ودرنا عقد حتى 2022 علشنا نقول تحملنا المسؤولية السك تذكر معايا لو أننا في نوفمبر ما تأهلنا كان غير يكون تدبير صعب دائما في العقد القانوني بيش نوضح الأمور إلى السئر فيرونار من هنا الـ 22 لي أمرين ما أنا رأي ما تنحكمش في ما تنعرفش وش غي يوقع الأشخاص من هنا الـ 22 ليعلموا الله سبحانه وتعالى لي ضرفين عائلين ما بغايف طرق على الفريق الوطني الشرط الجزائي أن يؤدي كل المستحقات اللي كان غير يخد حتى 2022 وفي الجانب الآخر إلى الجامعة الملكية لي سببين ما الأجواء للفريق الوطني مبقى شكا تسمح بالإبقاء على السئر فيرونار الجامعة ملزمة أن تؤدي لأيرفيرونار مستحقته تل 2022 الحالة الثالثة هي أن يتفق رضائيا على إنهاء العقد لأن واحد الطرف ولا الآخر تفهم أسباب الطرف الآخر هذا الشكل القانوني ترجمة نانسي قنقر